طبعا بمناسبة الهدفين الأجانب في الدولة الأسبانية والكلام طبعا خليني أبدأ من آخر خبر أو آخر عنوان بدأت بي حلقة النهاردة الكلام على محمد صلاح وقصة انتقاله الدولة الأسبانية تحديدا هتبامل بارسا بي واللي دخل في الموضوع الريال كواحد من المستجدات المهمة جدا خليني أقول لحضراتكم آخر التفاصيل في أغلب الزن نسبة ترك صلاح لليفر بول بقت قائمة جدا ومن الواضح أنه فيه اتجاه لدى إدارة ليفر بول في الصف المقبل ببيع محمد صلاح الحقيقة يمكن الكلام طبعا أنه وصول المفاوضات بين الطرفين لطريق مسدود نتيجة تمسك محمد صلاح بمطالبه المادية ومن الواضح كده نيورجين كلوب يعني مع صفقة داروين نونيز لما تيجي تيراها فلوس وصيبك من الفنيات وصيبك من نجومية وصيبك من المسيرة والمشوار والجماهرية وكل ده ما يجي نتكلم فيها بيزنس يعني صفقة داروين نونيز كلفت ليفر بول 85 مليون يورو وأعتقد بقرأة بسيطة جدا كان في الإمكان تماما الاستغناء عن صفقة بالحجم ده إذا كان فيه رغبة في الحفاظ على نجوم الفريق وخصوصا نجم كبير جدا زي محمد صلاح لكن في جميع الأحوال يبدو أنه صلاح هيحص المني والاثنين هيكونوا خارج قائمة ليفر بول في الموسم الجديد الجديد في الموضوع بقى هو أنه من ناحيته البرسا يبدو كمان أنه صرف نظر تماما عن فكرة ضم محمد صلاح وخصوصا بعد اقترابه من ضم البولندي الدولي نجم البايرن روبرت ليفندوفسكي لكن الحقيقة بمجرد ما تسربت الأخبار أنه العلاقة بين صلاح وبين ليفر بول بتصل أو قد تصل لنهايتها أن ده كتير جدا أعلنت عن اهتمامها بالصفقة دي وفي مقدمتها ريال مادريد